أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لك الحمد ربي على ما أوليت من فضل وعلى ما أصبغت من نعام وصلاة وسلام تام ميني دائم ميني بدوام ملكك على سيدنا ونبينا وملانا محمد عبدك ونبيك ورسولك المبلغ عنك بالحق والهادئة الصلاة المستقيم بأبيه وأمي بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاء دفل لا يحقق جهالي احتأتها واليقين ونحن أعلد لك من الشاهدين أيها السادة المشاهدون أيها السيدات المشاهدات متتبعي ومتتبعات قناة محمد الثالث للقرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعدهم بلقائكم مرة أخرى في هذه السلسلة الجديدة من برنامجكم يا رب جملة يا رب معناه ديالها أن الإنسان مفتقر إلى الله تبارك وتعالى اللي كيقولها كيقول يا رب كيبين على الافتقار لله تبارك وتعالى الحاجة لله تبارك وتعالى الإنسان منك يقول يا رب كيعترف بعبودية لله تبارك وتعالى وبربوبيت السيدة ربي الله سبحانه وتعالى ليه وهذا الاعتراف هو لي بغيه من الحق سبحانه وتعالى فلما كيقول الإنسان يا رب وكيقوله من قلبه سيدر بي سبحانه وتعالى يفرح بهذا النداء غني بدأوا إن شاء الله هذه الحلقات مع بعض الأدعية المأصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة وعن بعض التابعين وعن بعض الصالحين لأن الدعاء المأصور أي المشهور والمحفوظ اللي يتفعل معه الإنسان وفهم المعنى دياله وبدأ كيقوله ولمك تجي لحظة الدعاء كيتوجه بدك الدعاء كيخرج دك الدعاء من القلب دياله على عكس لما كنقوله لما الإنسان كيتكلف في الدعاء يحاوله أن ينشئه إنشاء كيعاد كيبغي يبدأ يفكره وكيفش يصوي بدك الدعاء كيتشغل تيتشغل عن جوهر الدعاء اللي هو أن يكون القلب معلقا بالله أن لا يكون القلب غافلا لاهيا عن الله تبارك وتعالى اليوم أنا ننقف مع واحد حديث علموا سيد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذا العديد يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو يتكلم على هذا الدعاء لعلمه الصحابة يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب لها ومن نفس لا تشبع الصغة الحديث مرة كي تقدمها أداء ومرة كي تقدمها فإذا الصغة يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب لها ومن نفس لا تشبع كلمات قليلة ولكلم معنا قوي قوي بزاف اللهم ما شكنا قلنا على هذا اللهم ما نديلها لما كنا قلو اللهم ما نديلها يا الله اللهم ما نديلها يا الله يا رب يا الله أعوذ بك اللهم إني أي أنا أعوذ بك أنا المتكلم أعوذ من الاستعادة طلب الجوار لله سبحانه وتعالى طلب الحفظ لله سبحانه وتعالى نحن نقلل في القرآن الكريم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروا يستعيد الإنسان بالله من همزات الشيطان ويستعيد بالله من الشيطان ما يكونش حاضر معاه ثم ثم في القرآن أيضا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق يستعيد الإنسان بالله رب الفلق اللي هو الله تبارك وتعالى من شر الخلق قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الوسواس هو الشيطان الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وقد تكون النفس نفسها إذن فالإستعادة وردت في القرآن الكريم والنبي صارتهم كي يعلمها في تعلمها وفي القرآن الكريم سيد ربي كي يقول لنا ودينا بوسوا تقرأوا القرآن الكريم استعيدوا بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعيد بالله من الشيطان الرجيم فاستعيد بالله استعيد أي اطلب جوار الله واستعيد بالله آذر한 الله أن يحفظك من الشيطان الرجيم هنا مماذا يستعيد المؤمن أولا من علم لا ينفع مناش كي يستعيد المؤمن يستعيد بالله كي يطلب الحفظ دي الله تبارك وتعالى يطلب الجوار دي الله تبارك وتعالى والواحد العلم تعلمه ولكن ما كينفعش به كي ما بيكون هذا العلم علم دي للشريعة أو بيمنع علم الدين علوم الدين أو العلم في أمور الحياة ولكن ما كينفع به هو نفسه وما كينفعش الناس أو علم إلي تعلمه الإنسان كي يضر به الناس بحال العلم السحر يستعيد بالله الإنسان بالله تبارك وتعالى أن يسقط في هذا المجال بمعنى يتعلمه واحد العلم باش يضر به الناس يتعلمه واحد العلم وما ينفعش به الناس وهو التعلم ذك العلم باش ينفع الناس علم الدين كل ما يتعلقه بعلوم الدين الذي يتنفع الناس فالذي يتعلم ذلك العلم عليه أن ينتفع به أولا وينفع الناس به تانيا فيبلغه لهم يوصلهم العلم دي الأمور الحياة علم الطب علم دهندسة علم الفلاك علم الزراعة هذه كلها علوم علم الصيدلة كلها علوم تنفع الناس يتعلمها الإنسان لينفع بها الناس تتعلم الطب باش تكون طبيب وتنفع الناس إذا كان ذلك العلم لا ينفع الناس فهو يعني علم غير نافع اللهم إني أعود بك من علم لا ينفع شو معنى ذلك من علم لا ينفع علم كتتعلمه وما كتعملش به وما كتفيدش به الناس سواء أكان ذلك العلم مرتبطا بأمور الدين والشريعة أو كان مرتبطا يعني بالأمور دي الحياة أنا كنتعلم باش نقول لي طبيب ولولي أستاذ ولولي مهندس باش ننفع الناس وأقصد بذلك مش الله تبارك وتعالى هذا كيغيب على أدان كثير من الناس أيضا أعود بالله من علمين إذا تعلمته يكون في يعني ما غنستفدش أنا منه أولا 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 استعملت وغنضر الناس كما قلنا بحل علم السحر وعلم تنجيم هذا كله من علمون لا ينفع ثم قال وعملين لا يرفع واحد عمل كديره ما كيتقبلش قضية القابول يا العمل من عدم قابولي أديد ينسي دربي بوحده وقصد ربي بولك يعرف احنا كنقولوا بأن العمل صحيح وغير صحيح ولكن كل واحد فينك يعرف العمل اللي ما كانتش فيه النية فهو مردود بدليل قولي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له بمعنى مناويش يصوم واصبحتها صباح الصباح وقالك أنا غنصوم لا العمل إذا كان فيه الرياء بمعنى كيقصد الإنسان بتلك العمل باش يقولوا الناس عمل مردود غير مقبول بمعنى عمل مفيش الإخلاص إذن عمل مفيش النية وعمل مفيش الإخلاص العمل الآخر ما كيتقبلش هو لك يكون مخالف الأحكام دير الشرع كدير واحد حاجة ولكي ما كديراش وفق الشرع فهو بتأو مردود فالمؤمن يستعيد بالله من العمل الذي لا يقبل ولهذا احنا كنقول في الدعاء لنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ما أنت به عليم لأنك الأمور ممكن أعرفوها شيء ممكن تخفى على الإنسان ولكن الله سبحانه وتعالى مطلع وعالم فقبل العمل باش يتقبل العمل تخص فيه الحوج النية ثانياً الإخلاص ثم أن يكون موافقاً للشرع كدير واحد العمل يكون موافق للشرع اللهم إني أعود بك من علمين لا ينفع وعملين لا يرفع وقلب الله يخشع قلب ميت ما كدنفعش فيه النصيحة والعياذ بالله وقلب الله يخشع وقلب الله يعني باش يدخلوه خشوع تخص واحد لمجاهدة للنفس لأن النفس هي اللي كتجر الإنسان باش كتبعده على ذلك الخشوع خصوصاً في الصلاة أو في أثناء قراءة القرآن أو أثناء الدعاء ثم يعني من يعني من من نفس لا تشبع النفس ومرطف طب واحد قادية مهمة جداً وهي الشهوات إلا ضبطها الإنسان راكت أخد حدها من ذك الشي اللي الله سبحانه وكتبولها في الحالة وكتبت ولكن إلا ما ضبطهاش الإنسان كتبولي ذلك النفس لا تشبع وليهذا يستعيد الإنسان من هذه النفس التي تجره وكتجره باش يتعفل حرام ثم قال ومن دعوة لا تستجاب أو لا يستجاب لها يساني يزديه ومن يستجبليش الله تبارك وتعالى إذن هذا واحد دعاء عظيم وعظيم جداً يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعود نقراه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له المؤمن يعني عاقب الصلاوات حين يذكر الله تبارك وتعالى يقول هذه الدعاء مراراً وتكراراً الله سبحانه وتعالى يعطيه ذلك القوة اللي قد جعله كي يستحضر هذه المعاني عندما يتعلم فيتعلم وليه ينفع الناس يتعلم باش ننفع الناس مش كنتعلم فقط باش نعيش الرفائية في الدنيا كنتعلم باش نكون طبيب مثلاً وباش ندخل الفلوس لا هذا ده أمر كين باش ما كين شيء ولكن أن ننفع الناس ونؤدي الواجب ديالي فعلمون ينفع ينفع الناس وعمل كنت أطلب من الله من يكون كنت ندير شيء آمان نستحضر النية أنا أنوي بذلك العمل كأنوي بوجه الله تبارك وتعالى طبعاً لا بد من الأجر لا بد من الاستفادة الدنياوية ولكن قصد به وجه الله تبارك وتعالى ثم أخلص في ذلك العمل أخلص لله سبحانه وتعالى بمعنى لا أريد بذلك شهرتان ولا رياءان ولا أن يقول للناس لأنه كلما العمل دخل فيه الرياء ربي مكيقبلوش لأن السيد ربيشك يقول أنا أغنى الشراكاء عن الشركة هذا حديث قدسي أنا أغنى الشراكاء عن الشركة من أشرك بي في عملين تركته وشركة ثم يعني القلب الذي لا يخشع الإنسان سويداً رب القلبة دياله والناس كتسأل ديما على أن الخشوع ما كي حضرشه إلا بغيتين خشوع يحضر لما تكون تدير شيء إبادة يستحضر استحضر بعقلك عقلك العقل ديالك أنك تقوم بعملين تبتغي به وجه الله تبارك وتعالى أنك تعبد الله تبارك وتعالى استحضر هذا المعنى ده منيك تستحضر هذا المعنى أرى هذا الشيء اليوم عنه أغدر ماشي نهار الأول ولا نهار الثاني ونهار الثاني ولا هذا كان تسميه ديك مجاهدة ديالنفس إذن ومن نفسي ومن قلبه لا يخشى ثم ومن نفسي لا تشبع لأن الشهوات تضرب الإنسان حفتي الجنة بالمكاري وحفتي النار بالشهوات ثم ومن دعاء الله يستجاب له قطلبهم الله سبحانه وتعالى ما يجعلناش من دوك الناس لما نرفع يدنا ما يستجب دعاء الله ما يستجب دعاءنا يا الله يا الله يا الله آمين والحمد لله رب العالمين إلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته شكرا